موسيقى على منصة X في فرنسا كتبت أنها قال فرانس أمتران نوفر سيد ديسيزيون ولي كان لها عدد كبير من ردود الأفعال المختلفة خلينا بدأ بالمعني بالأمر إسأل الوزراء بالنسبة لكيان الله سهيوني بن يمين نتانيا واللي البرح أعلن أنه لن يعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية كما نقلت الجزيرة عن المؤتمر اللي عقده واللي صرح فيه أن القرار هذا يعتبر إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس وأنه المحكمة تأست للدفاع عن الإنسانية ولكنها تحولت لعدو لها من جانبه جيش الاحتلال عبر على مخاوف وقلق من إمكانية إصدار مذكرات اعتقال ضد شخصية عسكرية رفعة المستوى أو جنود شاركوا في الحرب أو في اتخاذ القرارات جو بايدن من جانبه وكما نقلت فامينوت في بلاغ إصدار عن البيت الأبيض قد بيشد قرار المحكمة اللي وصفوا بسكانداله وأكد اللي الولايات المتحدة الأمريكية سعى تجور كوتيد إزرائيل فاسوا مناس كنتر سا سيكوريتي النطق الرسمي اللي مجلس الأمن بالبيت الأبيض أكد انشغاله بما أسميه بالنسبة لإيطاليا وين الأراء زادة حتى هي من قسمة نوعا ما بالنسبة لوزير الدفاع الإيطاليا ردت فعله كانت مختلفة بسكو كما نقلت بفام أكد أنه في حالة ما إذا زار بن يمين نتانياهو إيطاليا بش يتم تنفيذ قرار المحكمة وإيقافه وكما ينص على ذلك القانون الدولي بالرغم من أنه صرح للتلفزة الإيطالية أنه يعتبر القرار هذا غير صائب إشارة وزير الشؤون الخارجية الإيطالية من جهتو كان موقفو بلو بخيدان وأكد أنه يسو تين لكور بنال انترناشنال وكو لكور دوى تاوار انغول جوريديك اينا انغول بوليتيك وأنه بش يتم تقييم القرار هذا مع لازاليه قبل ما يتم التصريح بردفعال رسمي ولك كو ريسك نتانياهو بالقرار هذا اللي تم الإعلان عليه سؤال طرحته اختهال وأكدت أنه من الآن فصاعدنا التنقل حول العالم بش يكون صعب وغيستخان جست للإشارة حاولنا نشوفه هل تم تمفيذ بعض القرارات بالنسبة لي المحكمة المحكمة الجنائية الدولية عبر التاريخ في القرارة تمتحها اللي أتلقتهم بيان عمر البشير اللي كان متهم بدي جينوسيد كريم دو غير كريم كونتر لومانيتي المحكمة كانت أزرت قرار بيقافو من سنة ألفين أو تسعة أو ألفين أو عشرة سنة ألب سنة اقتلها في الحديث اقتلها في الحديث وفوالأمثلة عديدة على هذا الغربي كانت هذه الدي تو